خبر من أجمل وأحلى الأخبار اللي ممكن حضرتك تسمعها في حياتك حضرتك اللي هو عزيزي المشاهد المواطن المواطنة ده من أفضل الأخبار اللي ممكن تسمعها إنه لما يبقى فيه تدبير لهذه العملة الصعبة اللازمة للصناعة أي لتوفير أو لاستيراد مستلزمات أساسية للإنتاج يبقى عظيم جدا وزي ما كان بيتكلم أستاذ محمد البهية جماعة هو ما فيش بلد بتصنع كل شيء من الإبرة للصاروخ لا في أمريكا ولا في الصين ولا في روسيا في النهاية خالص دايما فيه ولو أمر ما مكون ما مستلزم ما يجب أن يأتي من خارج حدود البلاد ده على سبيل مثال الحصر كون إنه إحنا بنوفر العملة الصعبة أو كون إن البنك المركزي بلغ اتحاد الصناعات إنه خلاص بدأنا فيه تدبير العملة ده معناها المزيد من نشاط العملية أو القاعدة الصناعية المصرية قاعدة الصناعية المصرية تبدأ تشتغل أكتر على توفية احتياجات محلية ده اللي من شأنه خفض الأسعار بالمناسبة لو حضرتك عاوز تبقى فاهم ده كويس من ناحية تانية بتبدأ الصناعة تشتغل على زي ما قاله موضو محمد بلبهية إنه تشتغل على الصناعات التصدرية ودي اللي بتبقى جالبة للعملة الصعبة مش أنها بتصرف فيها الفلوس اللي بتيجي أو بتصرف فيها الدولارات على الإطلاق ده ممكن تكون بتجيب بعض من مستلزمات الإنتاج بمكون بنسب معينة علشان تقدر تخلق قيم مضافة وبعد كده تعيد التصدير مرة تانية ومن هنا تدخلك الفلوس معادلة شديدة البساطة وإن كانت ما هياش بالسهولة المعادلة شديدة البساطة تحتاج مننا كلنا مجهود تحتاج مننا كلنا المزيد من العمل